أثارت الرسالة التي وجهها تلميذ مؤيد صيد لسرطات ولاية خنشلة اهتمام الرأي العام بخصوص افتقار مدرسته للغاز الطبيعي والماء في ظل تدهر الظروف المناخية بالمنطقة فيما فادت المصالح المعنية وضعية هذه الابتدائية قد أخذت بعين الاعتبار على غرار باقي المؤسسات التربوية تفاصيل الموضوع مع رشيد مقدم هنا بابتدائية بوهلال عبدالقادر الواقع على طريق العزار بمنطقة تشقرانت اقليم بلدية الحمى ولاية خنشلة تلميذ يواجهون جملة من الاوضاع التي لا زالت تلقي بظلالها على ظروف التعليم خاصة والمدرسة تعاني من عدة نقائص ابرزها انعدام التدفئة بسبب عدم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي احنا نقراه في المدرسة هذه قطلنا البرد ونحبه منكم الماء ونحبه منكم النقل المدرسي معاناة وعقبات دفعت بالتلميذ مؤيد صيد مرسلة والي خنشلة عبر رسالة اثارت اهتمام الرأي العام بالمنطقة مفادوا ان غاز المدينة يقع على مقربة من مدرسته ببضع الامطار والتلميذ محرومون من التدفئة في ظل شتاء باردين ما عندنا لا غاز لا ماء شراب لا والو ما اسحابيها طوم الدوار ما يلقوش لا تدفئة ما عندناش غاز جاتني الفكرة انو نكتب هذه الرسالة كنت انا وابا انت صفحة مواقع التواصل اجتماعي رأيت رئيس تركي اردوغان اطفال في سني فيزورهم في بيوتهم ومنازلهم ورأيت ولي وليد خنشلة انه يزور عدة مراكز وقررت ان اكتب له هذه الرسالة على حالة مدرستنا المدرسة الابتدائية بوهلالة عبدالقادر ببلدية موجودة بطريق العزار ببلدية الحامة على اقليم بلدية الحامة بولاية خنشلة قد تم التكفل بها في اطار اعادة الاعتبار والصيانة وتهيئة المؤسسات الطربوية لمختلف الاطوار كما قام السيد الوالي منذ مجيئه باعطاء تعليمات لاحصاء واعادة اعادة دفاطر شروط واعادة بطاقة تقنية واعداد بطاقة تقنية للتكفل بمثل هذه المؤسسات وفي غضون ذلك يرهن تلميذ مدرسة بوهلالة عبدالقادر التي صنعت الحدث في ولاية خنشلة من خلال رسالة التلميذ مؤيد صيد على اهتمام السلطات الولائية باعادة الامل الى التلميذ المحرومين من الغاز والماء في ظل واقع قائم